السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة لبنى ماهرة على فيديو جديد فيديو اليوم خاطرة لبنات واحد الفقاس يأتي بنين ساهل في التحضير مع جميع الأسرار التي تمشكلها الكثير من المبتدئات بالنسبة للفقاس البنات التي تردق لهم الفقاس والفران او تفرتط في التقطاع تقطعه وتحمره تتعوج في الفران كذلك البنات اللي كيقولوا ما كيجيناش الفقاس نحمر لون موحد من برهم الداخل اليوم هنشارك معاكم الاسرار كاملين واشنو السبب لي كيخلي الفقاس يوقع عليه هادشي كامل كيفما فرحت بزف ديال التعليقات وبزف ديال التطبيقات اللي يجاوني في انستغرام وفرحوني بزف لبنا ما بقيتش عندنا الفقسة مع الفقاس فمني تبعنا الوصفة ديالك والاسرار كاملين فالحمد لله ولك يجينا احسن فقاس اللي كيحمر لين وجهنا وهادشي انا كيف فرحني وغندزم مباشرة المقادير اللي غنحتاجوا فيهم سبعات الحبات ديال اللي بيض كما غتشوفوا معي لك انتوا اول مرة كاتشاهدوا هذه القناة ما تنساون يشمل الشراك تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة اكيد يلعجبكم المحتوى واحد اللايك واحد تعليق زوين يلعجبكم الفيديو ان شاء الله والناس الجداد مرحبه بكم والف مرحبه معنا في القناة هنا يا لبنات درت سبعات الحبات ديال اللي بيض كاملين اصفر بيضة نخرج غيضة الصفر من داخل البنات قبيصة ديال الملح الاصفر ديال اللي بيضة اللي بنات رغنستعملوه للدهن وهنا يا عندي زوج كيسان ديال السكر ساندة زوج الكيسان غنحتاج ديال الزيت النباتية كيف ما كتشوفوا معايا انا ركا نضيف مكونات كاملين مره وحده البنات مكين لا مراحل لوالو عندي هنا كاس عامر مزيان ديال اللوز اللي قطعته هكا قطع شوية كفابرين او لا ممكن انها مهم تهرسوه صافي اهنا يا عندي كدالي كاس ديال القرقاء اللي مقطعته وقطعه لها تشكل كامل قطعتهم بالموز هكا وهنا يا عندي واحد نصف كاس وافي مزيان ديال زنجلة اللي ما محمر ما حتى شي حاجة يعني غير منقي مغسول ومنقي صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنا ايه غادي نستعملوا واحد زوج معالق بار عامرين ديال النافع اللي كيعطيونا واحد نسمة زوين الفقاسة اللي بناتنا كل شي كيف ما قطعت لكم كنديرو بمرة واحدة هنا عندي هاداك الاصفر ديال البيضاء قبل ما كان بدى نخلط الفقاس كان ديروا هادا المرحلة هادي باش باش القهوه سريع الدوابان درت واحد زوج معالق واحد اللي معايا لقى عامره مزيان ديال الخل هكا كان دوب هادا المكونات وكننغطيهم بالبلاستيك غذائي وكننخليهم باش هكا كي يبقى كيدوبهم زيان وماني كمدون دهنوا بهم ما قلقوا شدوك حبيبات ديال قهوه سريع الدوابان كنحطهم على جل وكمدون خلطوا فقاس ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا هنا كان نبقى نخلط المكونات مزيان مزيان غير بادينا هكا كاملين مرة واحدة ما تضربوهم مش بزافة البنات بالنسبة للبنات اللي كي يقولوا اينا قدروا نضربوهم بالضربة بعد نبدأوا نضيفو الدقيق ممكن تضرب يدوي فقط غي تخلطوا المكونات مزيان ندامجوا تبدأوا تضيفو في الدقيق هنا انا تنكتافي بهذا القياس هذا لانه هنا ما كان نبقاش نشوف الزيتة البنات مزيان مزيان سوف تبدأوا تضيفو في الدقيق اضفت الدقيق ونضيف 15 غرام الخميرات الحلويات او البنات على الدقيق وانا كنخدم بالنسبة للدقيقة البنات تقريبا يأخذ لي هذا العجنة تأخذ لي كيلو ديالدقيق ودائما سنقول لكم على حسب النوعية ديالدقيق وعلى حسب كذلك البنات الحجم البيض راكي اللي غايدير سبعة ديال الحبات ديال البيض صغير ورين لا حاولوا تكملوا الى كانوا البيضات متوسطين مزيانين فاسبعارة هم كافين ونحاولوا منهم ذاك الاصفر للدهن صافي كان دون جمعوا في العجين انا هنا رغير مسر على فيديو باش منطولش عليكم لافيديو يا البنات مسر على اللقاطات وكيباليكم فحلي كان دلك العجين لا رغير كان حاول ندخل هذا الدقيق في العجين ديالنا حتى نوصلوا الواحد القاوام اللي ما يكونش قاسح بزر سمعوني يا البنات جميع النصائح اللي كنعطيكم على الفقاس تبعوها را اكيد را غادي يجيكم واحد الفقاس خاطير كيف مما كان نلقى بزف ديال التطبيقات في الانستغرام اللي كيف فرحوني البنات اللي كيقولوا يا انستغرام باش ننقوا رسلوا تطبيقات غادي خليه لكم في صندوق الوس انستغرام تيك توك فيسبوك كاملين البنات بنفس الاسم ديالي ديال القناة هنا كيف ما كتشوفوا معاي كان نقاون نخلطو وكننقصو باليد اللي كتكون ناشفة من العجين باش هكا كنشوفوا القاوام الى كانت لاجينا قاسح بزف عارفوا الفقاس ديالكم را غا يجيكم الحراب كيف مما درتوهم كيف يوفيوش في الفرران زائد انهم كيتطردقو يعني الى كانت لاجينا قاسح بزف را كتطردقو الى كانت مرحوفة بزف الحراب الانفو كيسخنوا فرران كيبدو يخبطو يعني كيجيكم الفقاس ديالكم بزف كيسيح صافي كان نجمعوهم حتى كتوصلين للقاوام يعني متوسط ما يكونش مرخوف وما تكونش لاجينا قاسحة صافي كان بدوو نحرب له على هادشكل لبنات اول حاجة نقول هاليكم بزف ديال المرات كيجيوني هالاسئلة هالي وشي لاجينا العاجين وخليناه ما توقع له التحاجة وخد خليه بات ما توقع له حتى شي حاجة غطائيه ديالي غير فقط 口ق PHOS غير ياخد درجات الخرارة وخدمي بيه ودخلي الفرررررررر جغية حتى قد يدخل الفررررررررررررق ما تحتاجه منو أحد me هنا البناز نشكل حراب الديارنا وهالى طريقة owners كيف شكو معايا اذا عندكم لاتiventو ورقة الفرن و الممكنون ju choice عاجين هنا اضبطوا لان 숨جلق قريبون دروري ماذا دهنو اللاطه بالزيت او لا تفرشوا الورق الفرن اذا كان احسن هنا كنشكل الحرابل الحجم الحرابل او الغلد يبقى على حسابكم او لا كبير او لا كديروا القياس هنا هاد الكورات انا سنسول فيهم لان اللاطا انا عندي خمسة ديال الكورات فضلت انني ندير ثلاثة متيس عيني طيب وعلى خاطرهم في اللاطا والزوج غنخليهم حتى المنباد هاد الزوجات البنات رخليتهم حتى معرت ربعات السوية ذا زول لخمسة وعادة خدمت بيهم عادة طيبتهمني انا فران كنت محتاجه من بعد هاد اللاطا هذي كنت محتاجه لطيب اخر ما سيكلتش حتى من بعد عدرتهم هنا هادك الخالط را كيكون دايب مزيان ومنساجم مزيان كندهنو الحرابل ديالنا على هاد الشكل كيف ما كتشوفو معايا فهاد الاثناء البنات انا ما كنستخنش الفران اهم حاجة واسرار الفران او لا طيب الفران او طيب طيب عفوان الفقاس اسرار الفقاس كاملة في طيابه اولا سر الفقاس في طيابه كيف ما كنقول لكم دائما بزا في الانواع ديال الحلويات اهم حاجة فيها هي الطياب هنا كنشرطوهم بالفرشيط على هاد الشكل هذا ما كنت قبله بعود لبحت شي حاجة لبنات اللي كيقول لك البيض كيطردق الفقاس باتاتا ماشي صحيحة هاد المعلومة هادى ابدا اللي كيطردق الفقاس هو درجة الحرارة ديال الفران اللي كتكون عالية درجة الحرارة لبنات اللي عندهم فران انا غادي ندير هذا فرا في الوسطاني يعني في الطبقة الوسطانية وغا نشعل عليه غير من التحت فقط كيطردق الفق على الوسط يعني يكون هناك كيف ما كتشوفه زوج الرفوف الفق خاوين زوج التحت خاوين والوسطاني هو فندرت ممكن تديروا فوق الوسطاني واحد شوية وتشعلوا غير من التحت دياله فقط 140 درجة البنات اقل نار على الفقاس وتخليوا كل مرة تقيسوا شوية غير ينشف تخرجوا غير ينشف من الفق البنات وتخرجوا ما تخليوا شي يتحمر من التحت لان مني كتبداوا تقطعوا فيه كي بدأ كامل يتفرتت ليكم من التحت وما كيتقطعش مزيان ضروري يكون من التحت باقي بيض ما تحمروه لمن الفوق لمن التحت طيب الولا فقط انه ينشف من الداخل فقط كنغطيوه فوطة ما تفزقوها موالو البنات تخدوا من عندي الأسرار هادو غادي يجيكم فقاس خاطر ما تفزقوه متح حاجة انا هنا كنقطع وكنقطع بواحد الزمك اللي كيكون شوية متوسط ما يكون شرقيق بزاف لان نيلة كان رقيق بزاف غايت ندخلو الفران وكي اواجلينا الفقاس في الشكل دياله وكنقطعوه بواحد القياس متوسط من بعد ما كيكون برد تماما كنغطيه بالفوطة وكنخليه يبرد تماما من الأحسن خليوه ليلة كاملة انا خليتو ليلة كاملة إلا ما عندكمش الوقت خاصوه على الأقل يبرد تماما ما تقطعوش سخون من الأحسن هالبنات ومن تكونوا تقطعوه ما تهبطوش المسنيشان ما تهبطو شوية بشوية بشوية باش يجيكم تقطعوه هي هاديك وضروري يا البنات موس يا اما موس قاطع يا اما موس اللي يكون ارقيق في السمك دياله ما يكونش السمك دياله غليض لانه غيخصر ليكم تقطعوه شوفوا معي القياس البنات ديال الفقاس راح ما كيكونش ارقيق بزاف لان مني كيكون ارقيق تختف ليكم حتى فطياب دياله في الفران باش هاكي يجيكم اللون موحد انا هنالبنات راني اغفلت علي واحد شوية بتحمر لي شوية من التحت مخصوش يكون هاكي الغلاط اللي كندير انا مديروش انتومه وهذا النصيحة دائما كنقوله لكم ما يطيبش من التحت يكون باقي يعني بيض من التحت غيري نشوف لكم فقاسم زيان تخرجوه وتغطي وحتك يبرد وكتقطعوه كندخلوه ثاني يتحمر من الفق او من التحت مباشرة لماذا ما طيبناه في الولا لماذا ما غير نحمره وشوفوا معي اللون البنات راه اللون ما اعطاش الاصل في المباشر راه ما نقول لكم خطير وحد الفقاس وواعر او جابنين كي يجي ممتاز ما كيتقلص ما كيعواج في الفران ما كيتطردق ما تشي حاجة كيف ما شوفتوا معي الفقاس راه بحالي خدمتوا معاكم لايف بحالي خدمتوا معاكم مباشرة سنة البنات راه ما كندرق عليكم تحاجة وكل نصيحة كنخرجها لكم من القلب باش تصدق لكم الوصفة والحمد والله هذا هادي حاجة الزوينة اللي كتعجبني مني كان القدع يودي الخير من الناس اللي ما كنعرفهمش فهذاك هو الفضل ديالي انا واحسن حاجة اللي نقدر نجني من هاد القناة هم دوك الدعيوات ديال الخير من الناس اللي ما كنعرفهمش لاش لانا كنعطي واحد الحاجة من القلبي وكنعطيها ربي اللي عالم بيا كنبغي كل واحد توصله كيف مما انا كندير واحد المجهود ونحاول انني نوصل جميع المعلومات باش ننجح معاكم الوصفة فكنعطيها من القلب كنبغيها توصل للقلب وكنتمنى لفيديو ديال نهار اليوم هنا الاعجاب ديالكم ثمان غنخليه لكم صندوق الوصف طريقة الاحتفاظ ديال في قاسرا متخافوش منه ارخلي وديروا حزوج طويبات ديال السكر في البواتة وصدوا عليهم زيان ركيب قا مدة طويلة كنتمنى الفيديو هنا الاعجاب ديالكم تبارتاجوا بالعائلة والاصدقاء باش تعمل فائدة وباش تشجعوني وتحفزوني انني نعطيكم دائما المزيد والمزيد شكرا لكم على التعاليق الزوينة ديالكم اللي كتفرحني بزف بزف اذا كنتوا اول مرة كتشاهدوا هذه القناة فمرحبا بكم والف مرحبا ما تنساوش الاشتراك تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة اكيد الاعجابكم المحتوى كيفما كنقول دائما ونقول لكم السلام عليكم ونلقاكم فيديو الجاي بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا